الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله وتعالى الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي كنا قد وقفنا عندما تكلم عنه المصنف من الحديث عن السند والمتن فأنهى المصنف الحديث عن السند وهو الطريق الذي يعرف به الدليل سواء كان كتاباً أو سنةً أو إجماعاً ثم شرع المصنف في الحديث عن المتن فذكر كثيراً من مسائله ومن الأمور التي إذا تخلفت قدحة في الدليل بسبب أمر في المتن وأكمل المصنف حديثه من درس هذا اليوم وما بعده بأمور تتعلق بالمتن كذلك فإن من الأمور المتعلقة بالمتن الحديث عن ما يتعلق باستنباط الأحكام فبدأ أولاً بالأمر ثم بالنهي ثم بعد ذلك تحدث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وغير ذلك من الأمور التي ستأتي وهذا المبحث وهو مبحث الأمر في الحقيقة هو من المباحث المهمة جداً حتى إن بعض من الأصوليين وهو الطوفي لما قسم مباحث الأصول إلى ضروريات وتحسينيات عدى مباحث الأمر من ضروريات علم أصول الفقه وذلك أن الفروع المولدة والتي تبنى على المباحث المتعلقة بالأمر لا تكاد تعد ولا تحصى بخلاف غيرها من المباحث التي ربما كانت الفروع المبنية عليه أقل من ذلك بكثير ولذا فإن مباحث الأمر هو من ضروريات علوم أصول الفقه كما عبر الطوفي مما يدل على أهمية هذه المباحث حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً وعند الأكثر مجاز في الفعل وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآميدي متواضي نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في أول مسألة في مباحث الأمر في تفصيل دلالة كلمة أمر فإن كلمة أمر هذه ما معناها بيّن المصنف أنها تطلق على معاني فتطلق على الأمر القولي الذي يكون ضد النهي وتطلق كذلك على الفعل وتطلق كذلك على الشأن والطريقة ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد فكل هذه الأمور الثلاث يطلق عليها القول أي يطلق عليها مصطلح أمر فإذا كان الأمر يطلق على هذه الأمور الثلاثة كلها فإن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أشياء إما أن يكون حقيقة في أحدها مجاز في غيره من المعاني وهذا هو الغول الأول الذي ذكره المصنف وإما أن تكون حقيقة في الجميع ولكنها حقيقة في جميع الألفاظ من غير تعيين لأحدها فيكون من باب الاشتراك اللفظي فإذا أطلق كلمة أمر فقد يقصد به أمر القول وقد يقصد به أمر الفعل وقد يقصد به أمر الشأن والطريقة على سبيل الاشتراك فلابد من دليل خارج يدل على أحدها وإما أن يكون حقيقة في جميع المعاني الثلاث ولكنه ليس على سبيل عدم التعيين وإنما مع تعيين القدر المشترك وهذا هو المتواطئ إذن فالأقوال الثلاثة في حقيقة الأمر هي مبنية على القسم العقلية أول هذه الأقوال وهو أن يكون حقيقة في أحدها مجاز في غيره يقول المصنف حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وعند الأكثر مجاز في الفعل هذا هو القول الأول أنه حقيقة في القول مجاز في الفعل فأما قولنا إنه حقيقة في القول المخصوص اتفاقا فإنه باتفاق الأصوليين حكاه المصنف وقبله بمفلح والآمد وغيرهم أن لفظ الأمر يطلق على القول حقيقة عند الجميل وقوله القول المخصوص يعني في صيغة افعل وغيرها من الصيغة سنذكرها بعد أقلي قوله وعند الأكثر أي وعند أكثر الأصوليين وأكثر الحنابلة كذلك هو مجاز في الفعل فلا تطلق لفظة الأمر على الفعل إلا على سبيل المجاز وهذا كثير جدا في اللغة أول لكنه ليس بكثرة الإطلاق المجاز الإطلاق الأمر على القول ومنه في كلام الله عز وجل أتعجبين من أمر الله أي من فعله سبحانه وتعالى بالخلق وفعله بها وهذا من باب إطلاقه على الفعل لا على القول فذكر المصنف أن الأكثر أنه يكون مجازا القول الثاني قال المصنف وفي الكفاية يعني بكفاية لكتاب أبي يعلى القاضي وأبو يعلى له كتب قديمة وكتب حديثة فمن كتبه القديمة المجرد والكفاية ومن كتبه الحديثة العدة والروايتين والخلاف الذي هو التعليق ففي كتاب الكفاية للقاضي أبي يعلى قال مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك قوله مشترك بينه أي بين القول وبين الشأن والطريقة وقوله ونحو ذلك أي الفعل إذن فمؤدى قول صاحب الكفاية وهو أبو يعلى أن لفظة أمر حقيقة في القول وهي قوله مشترك بينه وفي الفعل وهي قوله ونحو ذلك وفي الشأن والطريقة والشأن والطريقة هو المنهج والطريقة التي يمشي عليها الشخص وما أمر فرعون برشيد قول المصنف هنا الشأن والطريقة هذا من باب التوضيح فإن الطريقة هي الشأن ممن نص على ذلك أبو الحسين البصري المعتزر وهو من أول من قال بهذا القول وهو أنه مشترك بين القول والشأن والطريقة وبين الفعل فقد بيّن أن الشأن هو الطريقة فيكون قول المصنف والشأن والطريقة من باب التوضيح لا من باب المغايرة فليست عطف مغايرة وإنما هي عطف توضيح وتبين هذا القول الثاني في المسألة القول الثالث المسألة هو الذي ذكره المصنف ونسبه للآمدي وذكر أن الآمدي اختار أنه متواطئ ومعنى كونه متواطئا أي أنه حقيقة في جميع المعاني الثلاث في القول وفي الفعل وفي الشأن والطريقة ولكنه يصدق ابتداءا على القدر المشترك بينها بينما الذي يقول إنه حقيقة في الجميع ويسكت فإنه يقول لا نعلم ما المراد بلفظة الأمر إلا أن يأتي دليل عليه وقول الآمدي هذا الذي نسب له المصنف وهو أنه متواطئ ذكر بعض الأصوريين ومنهم شارح هذا المختصر الجراعي تبعا لما نقله ابن السبكي وغيره أن نسبته للآمدي فيه نظر ووجه ذلك قالوا لأن الآمدي ذكر هذا القول ثم اعترض عليه ذكره احتمالا ثم اعترض عليه هكذا ذكر الجراعي تبعا لغيره والصواب أن الآمدي قد صرح باختيار أنه متواطئ ففي آخر كتاب في آخر هذا المبحث من كتاب الإحكام للآمدي قال والمختار يعني عنده أنه متواطئ فصرح بأنه مختار وأنه يكون متواطئا فقول المصنف أنه اختيار الآمدي تبعا لابن الحاجب هو صواب وليس خطأها نعم حد الأمر قيل نعم بدأ المصنف بعد ذكره لمعنى الأمر وأنه يصدق على ثلاثة أشياء وعرفنا ما يكون فيه حقيقة وما يكون فيه مجازة شرع بعد ذلك المصنف في الحديث عن حد الأمر وهو تعريفه فأورد ثلاثة تعريفات كذلك واختار الثالثة منها بدأ بالأول فقال قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل مأمور به نعم هذا التعريف هو الذي ذكره الموفق بن قدامى وتبعه عليه الطوفي وشهر في كتب كثير من الفقه المتأخرين مثل البرهان بن مفلح وغيره وقد ذكروا أن أول من ذكر هذا التعريف هو أبو بكر الباقلاني وتبعه عليه أبو المعالجويني وكثير من الأصوريين كالغزالي بل حكى الآمدي أن أكثر الأصوريين يقولون هذا التعريف هذا التعريف فيه أن الأمر هو القول ففيه بيان أن الأمر إنما يكون بالقول وهذا فيه إشارة لما سبق الحديث عنه قبل قليل أن الأمر إنما هو حقيقة في الأمر مجاز في الفعل وفي الشأن والطريقة وقوله المقتضي طاعة المأمور يفيد أن هذا الأمر أو أن هذه الصيغة إذا لم يكن الغرض منها طاعة المأمور فلا يسمى أمرا حقيقة وإنما يكون إما تهديدا أو يكون تكوينا أو يكون غير ذلك من المعانة التي سنذكرها بعد قليل في كلام المصنف وقوله بفعل المأمور به يعني أن الطاعة تكون بالامتثال والامتثال بالفعل هذا التعريف الذي أورده المصنف بلفظة قيل على سبيل التضعيف اعترض عليه بعدد من الاعتراضات الاعتراض الأول ما أورده القاضي أن تعريفه بكونه طاعة فيه استدراك من جهة أنه لا يلزم الطاعة بل يلزم الامتثال وفرق القاضي بين الامتثال وبين الطاعة الأمر الثاني من الاعتراضات على هذا التعريف وهذا الحد أنه عرفه بكونه بفعل المأمور به قالوا وقد يكون الامتثال بغير الفعل وإنما يكون بالقول فإن بعض الأقوال واجبة وهي ليست فعلا لكن قد يقال إن المعتمد في المذهب أن القول فعل أيضا الأمر الثالث قالوا أن هذا التعريف فيه دور فإنه عرف الأمر بطاعة بفعل المأمور والمأمور لا يفهم إلا بمعرفة الأمر فحينئذ يلزم الدور وقيل استدعاء الفعل بالقول نعم هذا هو التعريف الثاني وهو الذي يريده يعني في الحقيقة كثير من الحنابلهم أورده القاضي وأورده تلاميذته كأبي الخطاب وبن عقيم وأورده أيضا ابن الزاغون في كتابه الإضاح والشيخ تقي الدين وكثير من المتأخرين كابن الحافظ وقدمه ابن بالفتح في المطلع وغيرهم هذا التعريف هو الاستدعاء قالوا استدعاء الفعل بالقول عبارة الاستدعاء معناها الطلب لكي يخرج في قضية الطاعة فجعلها استدعاء والفعل والفعل أورد عليه أنه يلزم قد يكون المستدعى قولا فكيف تقول إنه فعل وأجيب عنه كذلك وقوله بالقول هذه لتبين أن الأمر إنما هو بالقول وأما الفعل فليس هو المراد هنا هذا التعريف اعترض عليه باعتراضات أهمها اعتراض واحدة واعتراضان أن التعبير باستدعاء الفعل بمعنى الطلب وليس كل طلب يسمى أمر فإن الشفاعة والدعاء كلاهما فيها طلب ومع ذلك لا تسمى أمر بل لا بد من زيادة قيد يدل عليه ثم ذكر المصنف قال والمختار هذا الاختيار من المؤلف فهو من عند المؤلف ولذلك زاد جملا من عنده قال استدعاء إيجاد الفعل فزاد كلمة إيجاد وهذه الزيادة ذكر الشراح وهو الجراع أنه لفائدة منها فقد ذكر الجراع أن زيادة المصنف لكلمة إيجاد يغني عنها وجود الفعل وطلبه فإن طلب الفعل يكون بإيجاده قال استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه فزاد كلمة أو ما يقوم مقامه وهي الزيادة الثانية والضمير في قوله أو ما يقوم مقامه يعود إلى القول فإن الأمر أحيانا قد يكون بالإشارة وقد يكون أيضا بالرمز وقد يكون بنحو ذلك وهذه أيضا ما يقوم مقام القول هو من باب الرجوع للقول فهي يعني دالة على قول وإذلك فإن الاختيار الذي اختاره المصنف في الحقيقة لا يخرج عن التعريف الثاني في الجملة والجملتان اللتان زادهم المصنف ليست ذات ثمرة كبيرة كما قال الشراح وهل اشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال نعم شرع المصنف في مسألة مهمة وهي بيان شروط الأمر القول لكي يصدق عليه أنه قول وذلك أن الصيغة تفعل كما سيأتي تدل على معاني كثيرة أوصلها المصنف إلى نحو ستة عشر معنا ولا نستطيع التفريق بين هذه المعاني إلا إذا عرفنا الشروط التي تشترط في الأمر فحيث شرطت الشروط وتحققت فإن صيغة تفعل حينئذ صيغة تفعل القولية حينئذ تكون أمرا وإن اختل أحدها فإنها لا تكون أمرا وإنما تكون معنا آخر من المعاني التي ستأتي والمصنف أورد ثلاثة شروط الشرط الأول العلو والشرط الثاني الاستعلاء والشرط الثالث الإرادة وهناك شروط أخرى غيرها أهمها الشرط الرابع الذي سأذكره الآن وهو المصلحة فإن أغلب الأصليين يذكرون أنه لا بد لي كي يكون الأمر أمرا أن تكون فيه مصلحة ولكن هذا الشرط لم يورده المصنف لأن الصحيحة عند أصحاب الإمام أحمد خلافا للجمهور أن الأمر يجوز ولو لم تك فيه مصلحة إذ المصلحة الدنيوية ليست شرطا فقد تكون مصلحة التكليف وهو الامتثال لله عز وجل وهذا من كمال الامتثال له سبحانه وتعالى وقد قرره في المسودة وفي غيرها بدأ المصنف في ذكر الشرط الأول والثاني فقال وهل يشترط العلو والاستعلاء وسيعرف المصنف العلو والاستعلاء بعد قليل فقال وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال أي أربعة أقوال القول الأول أنه يشترط العلو والاستعلاء معا وهذا القول نسبه ابن قاض الجبل لأصحاب الإمام أحمد وفي نسبته لأصحاب أحمد وأنه المعتمد عندهم نظر فقد ذكر المرداوي أن ابن قاض الجبل له بعض الخطأ في نسبته لأصحاب أحمد إذ اعتمد على كلام للمجد بن تيمية ولكنه لا يدل على ذلك والصحيح أنه قول عند بعض الحنابل لكن ليس قولاً معتمد عند الحنابل هذا هو القول الأول وهو اشتراط العلو والاستعلاء القول الثاني لا بمعنى أنه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء لكي يكون لكي تكون صيغة افعل أمراء وهذا القول هو قول أبي الحسن الأشعري ومن تبعه من الشافعية واختاره يعني أغلب الأشاعر كما قال الأبهري وهذا مبني عندهم على أن الكلام النفسي ليست له صيغة فحيث لا صيغة له فلا تشترط له علو ولا استعلاء القول الثالث أنه يشترط العلو دون الاستعلاء وهذا القول هو الموجود في أكثر كتب الحنابلة من من نص على ذلك القاضي وابن عقيل وابن البنة في كتاب الخصال الذي طبع والفخر اسماعيل والمجد بن تيمية وكثيرون أخذوا بهذا القول القول الرابع وهو اشتراط العلو دون الاستعلاء لا عفوا اشتراط الاستعلاء دون العلو اشتراط الاستعلاء دون العلو وهذا ذهب له كثير من محققي مذهب الإمام أحمد كبن قاض الجبل والطوفي وشيخ الاسلام بن تيمية وأبو الخطاب الكلوذاني والموفق وأبو محمد الجوزي وأنا أذكر لكم دائما أن نفرق بين الجوزي وابن الجوزي فابن الجوزي هو الأب أبو الفرج والجوزي هو ابنه أبو محمد ابن الجوزي لكنهم إذا أرادوا أن يذكروا لقبه واختصارا قالوا قال الجوزي فيعنون ابنه إذن هذه الأقوال الأربعة الأكثر على القول الثالث ومحقق المذهب على القول الرابع وهو أنه يشترط الاستعلاء دون العلو طبعا ثمرة معرفة هذا الشيء هو كيف نفرق بين صيغة الأمر وبين غيرها من الصيغة التي ستأتي وسأتي تطبيقه إن شاء الله نعم شرع المصنف بعد ذلك أن يتكلم عن التفريق بين العلو والاستعلاء كيف يكون نعم والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلدة وغفع صوت نعم والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافي نعم بدأ المصنف يذكر ما الفرق بين العلو والاستعلاء ونقله من كلام القرافي وذكر أن هذا هو حاصل كلام القرافي فبدأ بالاستعلاء فقال الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلدة ورفع صوت هذا عادة يكون في كلام الآدمين بعضهم مع بعض يكون كذلك هذا الاستعلاء فلا يكون فيه تذلل إذ لو كان فيه تذلل لكان دعاء ورجاء وليس أمرا وبناء عليه فالاستعلاء ليس صفة في الكلام ولا في المتكلم عفوا ليس صفة في المتكلم وإنما هو صفة للكلام فالكلام فيه غلظة ورفع صوت وليس فيه تذلل وأما العلو فإنه صفة في المتكلم قال بأن يكون الطالب الذي قال أفعل أو غيرها من الصيغ أعلى مرتبة ففي المخلوقين المدير مع موظفيه والأب مع أبنائه والسيد مع عبده يكون أعلى مرتبة فإتيانه بصفة أفعل يدل على أنه أمر والله عز وجل ما صدر منه ومن نبيه باعتباره مبلغا فإنه يكون كذلك أمرا لأن الله عز وجل أعلى مكانة ومكانا سبحانه وتعالى نعم إذن هذان الشرطان وعرفنا ما الذي يشترط منهما فعلى أحد القولين الأكثر أنه يشترط العلو فقط ولا يشترط الاستعلاء والتحقيق عند المحققين أنه يشترط الاستعلاء ولا يشترط العلو فقد يكون الأمر أمرا وإن كان من أدنى منزلة لمن هو أعلى منه وهذا يكون في كلام مخلوقين لا في كلام الخالق جل وعلا نعم ولا يشترط في كون آمير آمرا إرادته خلافا للمعتزلة فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل ولا يشترط الإرادة دغة إجماعا نعم بدأ يتكلم من صنف رحمه الله تعالى عن الشرط الثالث من شروط الأمر وهو اشتراط الإرادة واشتراط الإرادة في الحقيقة من المسائل الدقيقة جدا حتى إن كثيرا من كتب الأصول قد تخلو من القول الثالث المهم الذي سأنبه عليه يقول المصنف ولو يشترط في كون الآمر آمرا إرادته وبناء عليه فلو لم يرد الآمر الفعل أو أراده لا أثر له هكذا كلامه قالوا خلافا للمعتزلة فإن المعتزلة يقولون اشترط الإرادة فإن لم يكن الطالب مريدا للمأمور فإنه لا يكون أمر وبنوا عليه أن الشخص عندما يأتي بلفظ على سبيل الاستهزاء وسيأتي أمثلته بعد قليل فإن المستهزئ لا يريدك وكذلك المتحدي لا يريدك أن تأتي بالطلب أن تأتي بالمطلوب وأن تمتثل للطلب فحينئذ يقولون اشترطوا الإرادة وقبل أن أتكلم عن كلام الجباء وما بعده أريد أن أبين هذه المسألة كيف هي أولا من المهم جدا أن نعرف أن المتكلمين لما تكلموا عن الإرادات قالوا إن الإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها إرادة الصيغة ومعنى إرادة الصيغة أن يكون المتكلم عندما تكلم بالأمر أراد وجود اللفظ هذه الإرادة الأولى الإرادة الثانية إرادة الدلالة ومعنى إرادة الدلالة أي أن المتكلم أراد أن هذه اللفظة صيغة إفعل أو ما يقوم مقامها تدل على الأمر الإرادة الثالثة إرادة الامتثال بمعنى أن المتكلم عندما تلفظ باللفظة أراد أن المطلوب منه يمتثل هذا الأمر هذه الإرادات الثلاث طيب انظروا للأقوال كي نفهمها قول مصنف ولو يشترط في كون الآمر آمرا إرادته معنى ذلك أنه لا تشترط إرادة الإرادة الثانية ولا الثالثة لأن إرادة لأن إرادة اللفظ مرادة بالإجماع بلا خلاف إلا ما نقله ابن السبكي عن ابن المطهر الحلي أنه قال إنها لا تشترط وأخطأ الطوفي فتابع الشيعة في هذه المسألة وهذا غير صحيح تماما غير صحيح بل لا بد أن يكون المتكلم بإجماع حكا كثير من حتى من أغلب المتكلمين حتى المعتزل حكا والإجماع عليه أن إرادة المتكلم لللفظ مجمع على قصدها فقوله لا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته مراده الإرادة الثانية والثالثة وهي إرادة الدلالة وإرادة الامتثال ثم قال خلافا للمعتزلة فإن المعتزلة قالوا تشترط الإرادات الثلاث إرادة الامتثال إرادة اللفظ والدلالة والامتثال قال فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة فقط أي دون إرادة الامتثال الذي هو الفعل فيكون الجبائي اشترط إرادتين إرادة الصيغة وإرادة الدلالة ولم يرد إرادة الامتثال قال وبعضهم أي وبعض المعتزلة إرادة الامتثال فقط وبعضهم اشترط الإرادات الثلاث لكي تكون أمرا هذا كلامهم في المسألة والحقيقة أن هذا الكلام الطويل جدا الذي أطال فيه الأصوريون في هذه المسألة مبني على أمور متعلقة بالاعتقاد وأما طريقة علماء السلف وأهل السنة ونص عليه جماعة من الحنابلة كابن الزاغوني في الإيضاحة وشيخ الإسلام من تيمية كثيرا وغيرهم كثير من علماء الحنابلة فهم يقولون ليس الصواب مع أصحاب القول الأول على إطلاق وليس الصواب مع أصحاب القول الثاني على الإطلاق بل نقول إن الأوامر نوعا أوامر كونية وأوامر شرعية والإرادة كذلك نوعا إرادة كونية وإرادة شرعية فأما الأمر الكوني فهو أن يأمر الله عز وجل بشيء فيكون وهو الذي يسمى بأمر التكوين وسيأتينا إن شاء الله بعد قريب وأما الأمر الشرعي فإنه أمر التكليف ولا يكون الأمر أمرا مبحوثا في مسائل الأصول إلا أن يكون أمر تكليف وأما أمر التكوين الذي هو أمر كوني فقد يكون ملفوظا لكنه ليس هو المراد في هذه المبحث والإرادة إرادتان إرادة كونية وشرعية فالإرادة الكونية واقعة لا محالة وأما الإرادة الشرعية فإنه قد تقع وقد لا تقع وبناء عن ذلك فأنا نقول أن إرادة الله عز وجل للفظ موجودة مع إجمع المسلمين جميعا وأما إرادة الله عز وجل للدلالة فإنها موجودة كذلك وأما إرادة الفعل أو الامتثال فإنها موجودة شرعا أي إرادة شرعية ولا يلزم وجود الإرادة الكونية فقد يأمر الله عز وجل بعض العباد بأمر ولا يمتثلون فلا تتحقق الإرادة الكونية وبذلك يتضح المعنى وتستقيم الأدلة وإذا عرفت نوعي الأمر ونوعي الإرادة انحل عندك كثير من الإشكالات سواء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وعدم الحاجة لجعل المجاز والتكلف في تأويل النصوص الشرعية أو في الأمور المتعلقة بالقدر وأفعال الجبار جل وعلا وبذلك تلتأم النصوص وتجتمع وهو الذي عليه أهل السنة وكل فقهائنا على هذه الطريقة نعم أنا ذكرت أن الشيخ السلام تكلم عنها كثيرا وقد سبق يعني على سبيل المثال القاضي له كلام في هذه المسألة ابن الزاغوني في الإضاحة أطال عن هذه الجزئية وقرر مثل ما قرر الشيخ تقيدين ونسب هذا الكلام لأحمد وأصحابه نعم ثم قال المصنف ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا هذا الإجماع حكاه كثير من من حكاه ابن مفلح وغيره وهذا الإجماع أيضا نقله الطوفي وقالوا إن الإرادة في اللغة لا تشترط في الأمر فإنه من خالف الأمر رتب عليه الذنب ومن وافقه وامتثله رتب عليه المدح ولو لم نعلم إرادة الآمر له فقد يكون أمرا من شخص لا نعرف إرادته فلا يلزم وجود الإرادة للحكم بالأمر لأن اللغويين يحكمون على الصيغة بأنها أمر بمجرد ذات الصياغة وذلك عند اللغويين كما سيأتي بعد قليل الصياغة لها ألفاظ أو للأمر له صياغة محددة وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة متعلقة بصيغة الأمر مر معنا شرط العلو وشرط الاستعلاء وشرط الإرادة وما ذكره بعض الأصلي من اشتراط المصلحة هذه الشروط وغيرها مما يذكره غيرهم إذا وجدت مع صيغة الأمر فإن مع صيغة فعل التي هي صيغة الأمر فإن هذه الصيغة تكون أمرا يترتب عليه الأحكام فقال المصنف للأمر عند الأكثر صيغة قوله عند الأكثر أي أكثر العلماء حتى بعض الأشاعر يقول بذلك ويحتمل أن قوله عند الأكثر أي عند أكثر أصحاب الإمام أحمد فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد نصه على أن للأمر صيغة وهذه مبنية على إثبات الحرف والصوت عندهم قال وللأمر عند الأكثر أي أكثر من العلماء عموما والأكثر من أصحاب الإمام أحمد صيغة تدل بمجردها عليه لغة قوله تدل عليه أي تدل على الأمر حيث وجدت الشروط سواء من العلو أو الاستعلاء أو الإرادة أو غير ذلك من الأمور وقوله لغة يدلنا على أن أن هذه الصيغة موضوعة في اللغة موضوعة في اللغة طيب هنا عندنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها وهي من أهم الأمور المتعلقة بالصيغة وهي ماذا؟ ما هي صيغ الأمر؟ العلماء سواء كانوا نحويين أو أصوليين حرصوا على تعديل صيغ الأمر وذكروا أن هذه الصيغ تنقسم إلى قسمين صريحة ببنائها وغير صريحة ببنائها وإنما تدل على الأمر فالصريحة ببنائها أربع صيغ أولها صيغة إفعل مثل قم أقم الصلاة وغير ذلك أقيم الصلاة وآت الزكاة فصيغة إفعل هذه من أصرح الصيغ بل إن البصريين يرون أن الصيغ الأخرى للأمر الصليحة ترجع لصيغة إفعل ولذا فإن الأصليين إذا قالوا صيغة الأمر إفعل فإنهم يأتون بأشهر الصيغ التي ترجع لها الصيغ الأخرى على قول البصريين من اللغويين لا أنهم يقولون ليس للأمر إلا صيغة إفعل فقط بل لها صيغة إفعل وصيغ أخر سأذكرها بعد قريب الصيغة الثانية الصريحة للأمر باعتبار البناء وهو الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر لتفعل أو ليفعل أو ليفعلوا وهكذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه الصيغة قال الكوفيون أنها هي الصيغة الأصلية وأما البصريون فيرون الأولى وأغلب النحويين كما قال الشيخ تقييدين لا يعرفون لصيغة الأمر إلا هاتين الصيغتين فقط الصيغة الثالثة الصريحة باعتبار بنائها قالوا اسم فعل الأمر كصح ومه مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ومنه إلزموا أو عليكم بمعنى إلزموا عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم فيكونوا من باب اسم الفعل الأمر الأخير المصدر بالضبط أحسنت المصدر النائب عن اسم الفعل عن فعل الأمر مثل قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا وهكذا كثير جدا كثير جدا في كتاب الله النائب منها قول الله عز وجل في الكفارات فتحرروا رقبة أي فحرروا رقبة فهم باب النائب هذه الألفاظ الصريحة أما الألفاظ غير الصريحة وعبروا بأنها غير الصريحة ليست لأنها كنائية وإنما لأن بناءها لا يدل على الأمر وإنما يدل عليه أمر آخر فالأمر الأول وسيذكر المصنف بعضها لكن أذكره على سبيل السرعة ما كان بلفظي أوجب والثاني ما كان بلفظي فرض والثالث ما كان بلفظي كتب والرابع ما رتب عليه وعيدا فإنه إذا رتب الوعيد على ترك شيء دل على وجوبه ومن الصيغة التي أوردوها كذلك إذا قال على ولله على الناس حج البيت فإنه يكون كذلك صريحا فيه ومنها أيضا ما سيذكره المصنف أيضا نسيت وقضية الجملة الخبرية إذا قصد منها الأمر إذن هذا ما يتعلق بصيغ الأمر اللغوية يجب أن نعرفها باعتبار اللغة وباعتبار الدلالة وإن لم يكن تركيب اللفظة وبنائها وبناؤها يدل على صيغة الأمر هذه مهم جدا أن الشخص يعرفه سيذكر المصنف أغلبها بعد قليل نعم القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه قال القائلون بالنفس أي بالكلام النفس وهم أبو الحسن أشعري وأتباعه اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه فالمتقدمون على المذهب الأشعري كانوا يقولون إنه يقول إن الأمر لا صيغة له وكثير من المتأخرين حقق أن للأمر صيغة ومنهم إمام الحرامي وأنتم تعلمون أن مذهب الأشاعرة مذهب متغير فلم يكو في وقت أبي الحسن الأشعري كطريقته في وقت أبي المعالي الجويني فإن أبا المعالي في الإرشاد وفي غيرها من كتبه اختار أشياء جديدة ونسبها لهذا المذهب وكثير من الأشاعرة كالباق اللاني له آراء تخالف السائد عند الأشاعرة بل إن أبا بكر الباق اللاني رؤيا بخطه أنه كتب أنه أبو بكر الباق اللاني الحنبلي أي أنه على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد كما قال أبو الحسن الأشعري أنه على مذهب أحمد في الاعتقاد الذي هو مذهب السلف حتى جاء الفخر الرازي بعد ذلك وألف كتبه ومنها التأسيس وغيره فاعتمد كثير من الأشاعرة على كتبه ومع ذلك خالفه في كثير من المساء ولذا فإن مذهب الأشعر في الحقيقة أن فيه في كثير من المسائل المهمة اختلاف كما أن كثيرا من مسائله الدقيقة تخفى على كثير من المنتسبين له وهذا يدل على أن هذا المذهب يعني فيه مرة يكون مع أهل الأثر ومرة يكون مع أهل الاعتزال وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يصم هذا المذهب بوصم أنه وسط بين مذهبين فتارة يميل لهؤلاء وتارة لهؤلاء فيكون غيرا منضبط نعم قال اختلف هل للأمر صيغة أم لا نقل هذا الاختلاف أبو المعالي إمام الحرمين الجويني في البرهان وحق أن له صيغة ولهم تفصيل طويل جدا لا ثامرة له نعم والخلاف عند المحققين منهم في صيغة إفعل نعم قال والخلاف عند المحققين منهم أي من الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي ومن وافقهم كبعض الفرق التي كانت سابقة لهم إنما هو في صيغة إفعل هذا الكلام نقله المصنف بنصه من ابن الحاجب وأيده عليه كثير من الشرح كالأصبهاني وقالوا إن المحققين يرون أن الخلاف ليس في مطلق الصيغة التي سبقت سواء بالبناء أو بغيده وإنما الخلاف فقط في صيغة إفعل وأما صيغة أوجبت عليك وفرضت عليك فإنها عندهم متفق عليها أن لها صيغة عندهم نعم نعم بدأ المصنف في قوله وترد صيغة تفعل لستة عشر معنى أجاد المصنف في التعبير بقوله ترد صيغة تفعل لأن بعض الأصولين يقول ويرد الأمر لستة عشر معنى وقد عبر المصنف بقوله بصيغة تفعل لأمرين الأمر الأول الإفادة أن هذه الصيغة وإن كانت موضوعة للأمر إلا أنها قد تخرج عنه لمعنى آخر فتكون مجازا حين ذك والفائدة الثانية أن صياغ الأمر كثيرة جدا كما تقدم معنا بعضها بالبناء وبعضها بغيره فصياغ الأمر التي تكون بغير البناء لا يرد عليها المعاني التي سيرد ذكرها فإن أوجبت وفرضت تدل على الوجوب فقط أو الندب عند بعضهم إذا نسخ حكم الوجوب ولكنه في الغالب أنها على الوجوب وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله في كلام المصنف إذن هذا التعبير أجاد فيه المصنف أجود من التعبير بقوله وصيغة الأمر وقوله لستة عشر معنا هذه المعاني الستة عشر التي ذكرها المصنف مذكورة بالنص تماما في المحصول للرازي منقول بالنص منه وقد نقلها الرازي عن الأصوليين لكن هو الذي سردها بهذه الطريقة وأنتم تعلمون يعني أن الرازي جمع في كتاب المحصول الكثير من الكتب واعتمده كثير من الأصوليين بعده المصنف فقط زاد عليه معنا واحدا وهو إرادة الأمر للخبر وسيأتي إن شاء الله هل هو مسلم أم ليس بمسلم وهذه ليست على سبيل الحصر كونها لخمسة عشر أو ستة عشر معنا لأن بعضهم أوصلها إلى ما يزيد عن عشرين مثل الشيخ زكريا في لب الأصول ونقل الشيخ زكريا الأنصاري في لب الأصول أن بعض الأصولين أوصلها إلى ما يزيد عن ثلاثين معنا نعم المهم عندنا أن لفظة افعل أو لتفعل قد تلد لأحد هذه الأمور الخمسة عشر أو ستة عشر يستطيع أو تستطيع أن تفرق أهي للأول أم للثاني أم للثالث أم لغيره بناء على اختلال أحد الشروط السابقة أو لدلالة السياق نعم الأول الأول الوجوب أقيم الصلاة نعم الوجوب هذا هو الأصل فيها وسيأتي التفصيل فيه ومثاله أقيم الصلاة نعم الثاني الندب فكاتبوهم نعم الثاني أيضا تصدق على الندب ومثل له المصنف في قوله فكاتبوهم فإن قوله فكاتبوهم تدل على الندب الثالث الإرشاد وأشهدوه نعم الثالث قال أنها تدل على الإرشاد ومثل له بقول الله عز وجل وأشهدوه والمصنف رحمه الله تعالى تبع للرازي وغيره فرقوا بين الندب والإرشاد ومشى على ذلك كثير المتأخرين ومنهم الطوفي وصاحب التحرير ومختصره وغيره بينما بعض فقهاء الحنابلة جعلوا الندب والإرشاد واحدا ومنهم ابن بموسى في مقدمته الأصورية والموفق فجعلوا الإرشاد والندب واحدا طيب لأفرق لكم بينهما وأذكر لكم ربطا بأمر سابق هل هناك فرق بين الندب والإرشاد أم لا الذين فرقوا بين الندب والإرشاد يقول هناك فرق فإن الندب يكون لأجل ما يترتب عليه من ثواب أخروي وأما الإرشاد فإنه يكون لأجل مصلحة دنيوية وهذا هو المشهور في كتب الأصول عند الذين يفرقون بين الندب وبين الإرشاد ثمرتها الفقهية أن المندوب يكون مسنونا مطلقا بينما المرشد إليه فإنه لا يكون مسنونا مطلقا وقد سبق معنا إن كنت تذكرون في مباحث الندب أن الشيخ تقي الدين كان يقول إن المرغب فيه لا يلزم أن يكون فيه أجر وقصده بالمرغب فيه هو المرشد إليه إرشادا لا ندب فهناك فرق بين المرغب فيه وهو الذي دلت عليه ديرات الإرشاد وبين المندوب الذي دل عليه دليل الندب من أمثلة التطبيق عند فقهاء الحنابلة في التفريق بين أمر شرعي هل هو للندب أم للإرشاد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر فحينما قال عليه الصلاة عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر هل أمره هذا أمر ندب فيستحب لكل أحد في شدة الحر أن يبرد وهذا هو المذهب أم أن الأمر أمر إرشاد فيكون لأجل المصلحة فيكون رخصة دنيوية فحيث وجد الحر المتأذى به فإنه يبرد وإن لم يوجد الحر المتأذى به فإنه لا تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها فيكون الأفضل التعجيل هي روايتان في المذهب نقلهما في الإنصاف والمعتمد أن الأمر في هذه الآية أمر ندب نعم ولذلك نعم نعم سنتكلم إن شاء الله عن قضية أوامر الندب والإرشاد إن شاء الله عندما نتكلم عن القرآن تفضل الرابع الإباحة فاستادون نعم قال الرابع الإباحة أن الأمر قد تأتي صيغة تفعل للإباحة لكنها لا تكون أمرا وإنما تكون نسميها أمرا من باب المجاز وأما في الندب وفي الوجوب فمن باب الحقيقة ومثل له المصنف بقول الله عز وجل فاستادوا والتمثيل بهذه الآية فيه نظر لأنها مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله بعد قليل هل الأمر بعد الحضر للإباحة أم أنه للوجوب أم أنه لما كان عليه قبل الحضر فإن قلنا إنه للإباحة صح التمثيل بهذه الآية وإن لم نقل إنه للإباحة فإن التمثيل بهذه الآية لا يصح ولكن هناك أمثلة أوضح وأظهر ومنها قول الله عز وجل فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض هذه واضحة ولا تحتاج إلى بنائها على أصل آخر الخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا نعم قال الخامس التهديد فمن دلائل صيغة إفعل أنه يدل على التهديد ومثل له المصنف بقوله اعملوا ما شئتم والذين أرادوا أن يفرقوا بين التهديد وبين غيره قالوا إن التهديد لا يريد به المهدد الامتثال فاختل فيه شرط الإرادة عندما قال باشتراط الإرادة قال ومنه أيضا قل تمتعوا فإنه حينئذ يكون تهديدا وبعضهم يفرق بين التهديد وبين قوله قل تمتعوا فيرى أن قول الله عز وجل قل تمتعوا نوع مستقل وهو الإنذار وهو من باب الإنذار ففرق بين التهديد والإنذار ولذلك بعضهم شقق بعض الأقسام وجعلها أكثر من قسم مثل ما بعضهم فرق الإرشاد فجعل الإرشاده جعله مختلف عن التأديب وهكذا نعم السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله نعم مثل قال السادس الامتنان بمعنى أن الله عز وجل يمتن على عباده بشيء ومثاله كما قال المصنف كلوا مما رزقكم الله فهذا من امتنان الله عز وجل هناك شيء شبيه بالامتنان وهو الإباحة التي تقدمت والفرق بين الإباحة والامتنان أن الإباحة مجرد إذن بالمباح بينما الامتنان يكون إذن مع بيان حاجة الناس لهذا المأذون إليه فيكون فيه معنى زائد على الإباحة نعم لكنه دال على الإباحة ومعنى زائد نعم السابع الإكرام ادخلوها بسلام نعم يفرق العلم بين عند من يرى شرط الاستعلاء بين أمر الإكرام وغيره فيقول إنه إذا اختل شرط الاستعلاء فإنه يكون إكراما فإن وجد الاستعلاء صار أمرا للوجوب أو للندب ومثل بقوله ادخلوها بسلام الثامن الإهانة ذوق إنك أنت العزيز الكريم نعم الإهانة أي الإهانة من وجه له الخطاب وبعض الأسورين سميها التهكم التاسع التسع ويفرقون بينه قالوا أن ظاهره يخالف باطنه فظاهره إرادة الخير والباطن والمقصود منه إنما هو ضد ذلك التاسع التسخير كونوا قردة نعم التسخير هناك أقوال في معنى التسخير كثير جدا لكن نكتفي بقول واحد وهو أن المرادة بالتسخير هو الانتقال من حالة كريمة إلى حالة ممتهنة ومثاله قول الله عز وجل كونوا قردة وبعض الناس يجعل هذه الآية باب التكوين أي القلب نعم العاشر التعجيز فأتوا بسورة نعم قال المعنى العاشر التعجيز ومعنى التعجيز يعني أن الله عز وجل يعجزهم أن يأتوا بذلك فأتوا بسورة أي بسورة من القرآن هذا مثالها فإنكم حينئذ ستعجزون الحادي عشر التسوية اصبروا أو لا تصبروا نعم التسوية بمعنى أنه مثال قول العز وجل اصبروا أو لا تصبروا فإن الله عز وجل لما قال اصلوها فهذا هو الأمر الذي سيقول إليه حالهم فسواء صبرتم أو لم تصبروا على العذاب فإنه سواء فهذا معنى التسوية فإنكم ستصلون نار جهنم نعم الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي نعم الدعاء وهذا واضح أنه يكون من الأدنى إلى الأعلى وهو فاقد للعلو وفاقد للإستعلاء كذلك فإنه يكون على وجه التضرع ودعوا ربكم تضرعها ومثاله اللهم اغفر لي نعم الثالث عشر التمني على أيها الليل الطويل على انجلي نعم هذا بيت مشهور جدا لمرء القيس فهو يتمنى أن ينجلي الليل الطويل وأن يظهر النهار الرابع عشر الاحتقار ألقو ما أنتم ملقون نعم الاحتقار هو احتقار الموجه له الخطاب ومثل له بألقو ما أنتم ملقون نعم الخامس عشر التكوين كن فيكون نعم قوله كن فيكون هذا معنى التكوين هنا مسألة متعلقة بالتكوين لأنها تحتاج لمسألة في الاعتقاد مهمة أريد أن ننبه عليها التكوين هي مأخوذة من لفظ كان وهي تفعيل من كان بمعنى الوجود فتكوين الشيء معنى إيجاده بعد أن لم يكن وجودا وهذه التسمية للتكوين التسمية سماها بها كثير من العلماء من الحنابل وغيرهم ومنهم الشيخ تقيدين وغيرهم وبعض الأصوليين كالغزالي والآمدي أعرضوا عن هذه التسمية ونقلوها إلى أمر آخر وهو فقالوا الأمر بكونها بمعنى كمال القدرة بكونها بمعنى كمال القدرة وهذه لها أصل اعتقادي أشار له أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيت وهذه من الرسائل المهمة في الاعتقاد وعلى العموم فملخص الكلام أن قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أهل السنة يقولون إن الأمر هنا أمرين أمر ملفوظ وأمر تكوين معاً فالأمر الملفوظ دل عليه قول الله عز وجل أن يقول له فالأصل في القول أن يكون حقيقة ولذا فلا مانع أن يكون كل مخلوق يقول الله عز وجل له قبل خلقه وتكوينه كن لفظاً حقيقياً وهذا ما نبه له أبو نصر السجزي في رسالته لأهل زبيت الأمر الثاني التكوين الذي هو الخلق فحينئذ فيكون وبناء على ذلك فاللفظ الأول المراد منه الأمر الكوني وليس المراد منه الأمر الشرعي الذي يقتضي التكليف ومسألة التكوين هذه المسائل التي ذكرت لك أن بعض الوصولين اختلفوا في تسميتها بناء على اختلاف عقدي متعلق بها نعم السادس عشر الخبر فاصلع ما شئت نعم قال السادس عشر هذا الذي زاده المصنف الخبر بمعنى أن يأتي صيغة افعل ويراد به الخبر ومثل له المصنف بقول النبي صلى الله فاصلع ما شئت إن لم تستحي فاصلع ما شئت هذه الجملة إن لم تستحي فاصلع ما شئت ذكر المصنف وغيره أنها أمر أريد به الخبر وقال بعض المحققين ومنهم شيخ السلام من تيمية وأومأ له بن القيم في بدائع الفوائد أن هذا الأمر على حقيقته وأنه أمر تهديد كذلك أو أنه أمر إباحة وحينئذ يبقى أمرا يعني ليس عفوا قلت أمرا على حقيقته وإنما هو أمر من الأنواع الخمسة عشر السابقة وليس المقصود به الخبر ابتداءا وإنما هو أمر تهديد أو أمر إباحة واختار ابن القيم والطوفي في شرح الأربعين أنه أمر تهديد وأنه ليس خبرا محظم ولذلك نقل الشيخ تقييدين بن تيمية أن أهل التحقيق يقولون إن استعمال الأمر بقصد الخبر ليس له شاهد صحيح وهذا اختيار الشيخ تقييدين ذكر في بيان الدليل وابن القيم والطوفي ذكروا أن هذا الحديث إنما هو أمر تهديد فيدخل في أحد الصياغ الخمسة عشر السابقة نعم وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن نعم هذا باب المقابلة فقط وإلا لا تأقل له وسيأتينا إن شاء الله تفصيله قال وعكسه أن تأتي لفظ خبر ويراد منه الأمر ومثل له المصنف بقوله والوالدات يرضعن أولادهن والأولى بالمصنف أن لا يذكر هذا العكس هنا وإنما يذكره في الموضع الذي سيريده بعد قليل إن شاء الله نعم عن القرينة الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول أكثر شرعا نعم هذه المسألة من المسائل المهمة جدا وهي من الفروع التي يبنى عليها من الفروع الفقهية ما لا يعد من فروعها وهذه المسألة يقول العلماء أنها متفرعة على قول أكثر أهل العلم أن للفعل صيغة فحيث قلنا عفوا أن للأمر صيغة فحيث قلنا إن للأمر صيغة فصيغته هذه إذا تجردت عن القرينة الدال على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة فإنه في هذه الحال ما الذي يدل عليه الأمر المجرد هذا الذي أشار له المصنف بعد قريب نعم أو قبل أن نتكلم عن هذه المسألة يعني أريد أن أبين مسألة ستتعبكم بعض الشيء لكنها سأوجز فيها جدا كلام مصنف الحقيقة قد لا يكون مستقيما على مذهب الحنابلة لأن صيغة الأمر يبحث فيها عند الحنابلة مبحثان المبحث الأول أن صيغة الأمر هل هي حقيقة في جميع المعاني الخمسة عشر أو ستة عشر الماضية أو في بعضها هذا المبحث الأول المبحث الثاني صيغة الأمر المجرد عن القرائن تدل على أي من المعاني الحقيقية إذن أعيدها مرة أخرى الأمر له خمسة صيغة الأمر افعل يستخدم لخمسة عشر أو ستة عشر معنى في أي هذه المعاني يكون حقيقة وما عداها يكون مجازا فلا ينقل عنه وينقل إليه إلا بدليل وإن قلنا أنه حقيقة في أكثر من معنى فهذه المعاني التي هو حقيقة فيها في أيها يكون يقتضي المعنى الأول تقتضيه يقتضيه المعنى من أي الحقائق ابتداء ولا ينقل إلى غيره إلا بقارينة فقد يكون حقيقة وينتقل بقارينة بعض العلماء دمج المسألتين وجعلهما مسألة واحدة وبعضهم لم يدمج وهذا هو مذهب الحنابلة فالحنابلة يقولون وانتبه لها المسألة أن الأمر مجاز في جميع المعاني السابقة الستة عشر إلا في معنيين وهو الوجوب والندب فهو حقيقة في الوجوب وفي الندب وأما الإباحة وما عداها فهو مجاز وإذا كنتم تتذكرون قديما قلنا إن المندوب مأمور به على المذهب فهو حقيقة عندهم بينما المباح قالوا ليس مأمورا به على المذهب إذن أريدك أن تعلم هذا المسألة أن على المذهب أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا جيد المسألة الثانية أن الأمر المجرد عن القراء يقتضي من حقيقتين الوجوب يقتضي من هاتين الحقيقتين الوجوب ولذلك فإن عبارة المصنف هذه يعني فيها ما فيها على مذهب الحنابل لأن الذين يقولون إنه حقيقة في الوجوب فقط انتهت المشكلة صارت عبارة المصنف صحيحة لكن على مذهب الحنابل لا في عبارة المصنف نظر وإذاك لو أن المصنف قال مثلا والأمر حقيقة في الطلب حقيقة في الطلب ويقتضي عند التجرد عن القارنة الوجوب أو نحو هذه العبارة يكون وافق مذهب الحنابلة تماما لأن الحنابلة كلهم يجزمون أنه حقيقة في الوجوب وفي الندب معا نص عليه القاضي وأبو الخطاب والشيخ تقي الدين وقال أكثر أصحاب أحمد على ذلك نعم إذن هذه هي مسألة الأمر المجرد على القارنة عرفنا أنها مسألتين وقول نصنف الحق أنه حقيقة في الوجوب مراده أو تحقيق مذهب أحمد أنه حقيقة في الوجوب والندب معا وعند الإطلاق والتجرد عن القراءن فإنه يقتضي الوجوب من حقيقتيه نعم فضح شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب نعم قوله شرعا أي هذا اقتضاءه للوجوب شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب بدأ أولا في قوله شرعا هذا هو المذهب الأول وهذا المذهب رجحه الجويني بناء على أنه لا يرى اللغة دالة على الحكم فيرى أن اللغة دالة على الوجوب فقال إن الشرع هو الذي وضع صيغة إفعال للدلالة على الوجوب وقوله لغة هذا الذي رجحه الشيخ أبو إسحاق الشرازي في شرح اللمع وهو مطبوع ولماذا ركزت عليه؟ لأن المؤلف في كتاب القواعد نسب لأبي إسحاق الشرازي أنه يرى الدلالة شرعية بينما أبو إسحاق الشرازي رجح الدلالة اللغوية وللفائدة أن أبو إسحاق الشرازي كثيرا ما يخالف الأشاعرة ويرد عليهم ويفرق بين مذهب الشافعي وبين مذهب الأشاعرة وذلك فإن بعض كتبه وخاصة كتاب التبصرة هو الذي يقصده الأصوليون حينما يقولون وقال الفقهاء من الأصوليين فأبو إسحاق الشرازي إلى طريقة السلف في الاعتقاد أقرب بكثير من طريقة الأشاعرة عليه ورحمة الله ولذلك فإن قوله إن الدلالة اللغوية هي أقرب طريقة السلف حيث أثبت الصيغة قال أو عقلا القول بأن الدلالة العقلية هذه نقلها المؤلف عن كتاب اسم المستوع عبد القيرواني وأما مذهب الحنابلة فلم ينقل مصنف عنهم نقلا ولكن قواعدهم تدل على أن دلالة أو اقتضاء عفوا أن اقتضاء الأمر أن اقتضاء صيغة إفعال للوجوب واقتضاء الأمر للوجوب إنما يكون باللغة والشرع معا ولم أقف على أحد من الحنابل صرح بذلك إلا بن عقيل في كتابيه الفنون وأطانا في استدلال عليها وفي كتابه الواضح فقد صرح أن الدلالة باللغة امتداءا والشرع قد يكون أيضا دالا على ذلك والأدلة واضحة ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب الامتثال للأوامر إذن هذا ما يتعلق بالشرع واللغة وطريقة فقه الحنابل والأقرب لاستدلالاتهم في مسألة الكلام أنها لغوية وشرعية معنا نعم ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم نعم قوله ولا يحسن الاستفهام معنى الاستفهام يعني أنه لا يحسن لمن سمع الأمر صيغة إفعل سمع الأمر في كتاب الله أن يستفهم هل هذا الأمر مجرد للوجوب أم ليس للوجوب وإنما هو للندب وهذا من باب المبالغة والتأكيد على القطع بأنه للوجوب وقوله ذكره أصحابنا نص على ذلك القاضي وغيره وهذا الذي نص عليه القاضي تتبعه عليه الشيخ تقي الدين فقال إن فيه منعا وتسليما يعني لا نسلم من كل وجه ذلك وإنما يكون فيه منع من بعض الجهات ولم يفصل ذلك والدليل على أن كلام القاضي ليس على وجهه وجود الخلاف فإن من الناس من قال إنه حقيقة في الندب بل نقله القاضي هو عن رواية في مذهب أحمد كما سيأتي نعم وقيل حقيقة في الندب نعم قال وقيل هذا القول الثاني في المسألة وهو المقابل لقول الأكثر أنه حقيقة في الندب وهو قول بعض المعتزل وهو أبو هشام أو أبو هاشم الجبائي ونقله ونقل رواية عن الإمام أحمد نسبه له جمع من الحنابل كأب الخطاب والقاضي في كتابه الروايتين والوجهين القاضي له كتاب مشهور اسمه الروايتين والوجهين هذا الكتاب جزئ في الطباعة ثلاثة أجزاء فطبعت المسائل الفقهية وحدها في ثلاث مجلدات ثم طبع المسائل الأصولية في جزء ثم طبع بعد ذلك في المدينة المسائل الفقهية والأصولية طبعت في الرياض وأما المسائل العقدية فطبعت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك فهذا الكتاب مجزء في التحقيق والطباعة ولم يخرج كما أخرجه مؤلفه فلعله أن يخرج بعد ذلك كاملا كما وضعه مؤلفه لذلك ابنه ابن القاضي بيعلى جعل ذيلا على كتاب أبيه سماه التمام للروايتين والوجهين رتبه بترتيب أبيه المسائل الفقهية ثم المسائل الأصولية ثم المسائل العقدية وطبعت في كتاب واحد وليست مجزأ الروايتين والوجهين هذا الجزء الأصولي ذكر فيه رواية عن أحمد أنه حقيقة في الندب ونقلها من رواية نقلها أحمد والحقيقة أن هذا النقل فيه نظر وذلك أنه جاء عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل من النهي قال القاضي ظاهر هذا أن الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب وتبعه على هذا الفهم أبو الخطاب والحقيقة أن هذا غير صحيح ولذلك قال المجد في المسودة أو قال في المسودة أن هذا الفهم غير صحيح وأن هذا زعم غير دقيق وإنما مراد الإمام أحمد أن الأمر ليس كالنهي ليس من حيث الدلالة أن هذا يدل على التحريم وهذا لا يدل على الوجوب وإنما باعتبار أنه يخفف في تركه أحيانا لأجل الحديث نعم وقيل الإباحة نعم وقيل الإباحة هذا هو القول الثالث في المسألة وهذا القول على خلاف المذهب المجزون به لا شك لأن المذهب يرى أن الإباحة ليس مأمورا بها مطلقا فهي مجاز فلا يكون من الحقائق لأن نقول المسألة الثانية الأمر إذا أطلق فيقتضي أي حقائقه فهو دائر بين الإباحة بين الندب وبين الوجوب هذا القول قول الإباحة نقله أبو محمد الجوزي في كتابه الإضاح وأطالف الرد عليه وأنه ليس بصحيح نعم وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبا في القواعد نعم قال وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبا في هذه المسألة في القواعد وأغلب هذه المذاهب تدور بين الاشتراك وبين التردد وبين إدخال الوجوب والندب والإباحة والإذن وغير ذلك وتراجع في كتاب القواعد لكن يهمنا هنا هذا يدلنا على أن المؤلف ألف هذا الكتاب بعد القواعد نعم فإن ورد بعد الحضر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظة أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظة إفعال أو نعم بدأ المصنف يتكلم عن القرائن الحافة بالأمر فبدأ بأول قرينة وهوروده بعد حضر فقال فيه أقوال أول قول أنه للوجوب والقول بأنه للوجوب هذا القول اختيار هو الفخر الرازي وغيره وحكي قولاً عند الحنابلة والقول الثاني أنه الوجوب إذا كان الأمر الوارد بعد الحضر بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور فإنه حينئذ يكون الوجوب وأما إذا كان بلفظ إفعال فإنه لا يكون الوجوب لما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن المذهب أن كلما كان بلفظ بلفظ الدال على الأمر فإنه يكون دالاً على الأمر الصريح ولا يقبل التأويل وهذا قول في المذهب جزم به أبو محمد المقدسي أو نقله أبو محمد المقدسي وجزم به أبو البركات الشيخ مجد الدين وقال إن هذا التفصيل هو المذهب القول الثالث أنه يكون للإباحة وهذا قول كثير من الحنابلة ونقله أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به كثير من الحنابلة كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن القيم وغيرهم والقول الرابع الذي ذكره المصنف أنه يكون للاستحباب وهذا قال به القاضي حسين المروز من الشافعية والقول الخامس أنه أن الأمر يكون على ما كان عليه قبل الحضر فيكون على المقتضى الأصلي حين ذاك وهذا قول في المذهب نسب للقاضي أبي يعلى خلاف ما نص عليه في كتبه وهو الظاهر من ترجيح ابن عقيل وانتصر لهذا القول وبقوة شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى وكثيرا ما ينقل عن هذا القول حتى في كتب الشافعية نقولونه عن شيخ الإسلام وأطال في الانتصار له في كتابه الرد على الإخنائي فإنه أطال في الاستنصار لأن الأمر بعد الحضر يكون لما كان عليه قبل الحضر إذن هناك قولان في المذهب هما المرجحان إما الإباحة وهو قول الأكثر أو أنه لما كان قبل الحضر وهو قول كثير من محقق المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمي هو الرجب هذه المسألة لها فروع كثير جدا عند الفقهة أولد بعض فروعها على سبيل الاختصار منها أن فقهاء نخرجوا حكم زيارة الرجال للمقابر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقونا فزوروها في رواية في رواية في المذهب أنها مباح بناء على هذه القاعدة التي مشى عليها أكثر الحنابلة أنها أن الأمر بعد الحضر يدل على الإباحة والرواية الثانية أنه يكون مستحبا وهذه أوفق لتخرج من تيمية لقاعدة من تيمية أنه يكون الحضر على مكان أن الأمر يكون يكون دلالة الأمر على ما كان عليه قبل الحضر لأن زيارة القبور قبل الحضر الأدلة العامة لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الندب فقد كان من دوبا إليه قبل ثم نهي عن فرجع عائلة والرواية والرواية الثانية هي المذهب عند المتأخرين باعتبار الفرع الفقهي لا باعتبار القاعدة الأصورية وهكذا أمثلة كثيرة مثل أخذ السلاح وغيرها كثير جدا أما إن ورد النهي بعد الأمر فالتحريم أو الكراهة أو لباحة أقوال نعم قال وهذه عكس السابقة إذا ورد النهي بعد الأمر صورة ذلك أن يأتي أمر بشي افعل هذا الشي ثم يأتي بعده نهي لا تفعله فيأتي نهي بعد الأمر فهذا النهي هل يدل على التحريم أو على الكراهة أو على الإباحة ثلاثة أقوال نبدأ بالقول الأول فالقول الأول أنه يفيد التحريم وهذا القول أورده القاضي أبو يعل احتمالا في المذهب وبه قال أبو الخطاب والموفق والقول الثاني أنه للكراهة وهذا القول قال به من أصحاب أحمد أبو الفرج الشيرازي وهذا أبو الفرج الشيرازي يعني سيتكرر معنا ذكره كثيرا أبو الفرج الشيرازي هذا هو يقول أنه أول من أدخل مذهب الحنابرة إلى الشام في بيت المقدس ثم انتقل من بيت المقدس إلى جميع الشام ولذلك فإن المقادسة هم تلاميذ له ولتلاميذه وهم الذين انتشر عنهم مذهب أحمد في الشام حتى غلب على دمشق في بعض الأزمنة وأبو الفرج الشيرازي هذا له مبالغات له كتاب مطبوع اسمه جزء الامتحان مشهور جدا طبع هذا الكتاب ذكر شيخ السلام أن فيه مبالغة في امتحان السن بالبدع في مسائل الخلاف فيها سائق وكثير من المسائلة أو ردها أبو الفرج الشيرازي في جزء الامتحان هذا هي مسائل أصورية تقبل الأخذ والرد بينما هو بدع من خالها في هذه المسائل الأصورية أو الفروعية نعم وهذا القول ضعفه ابن عقيل كثيرا القول الثالث الذي ذكره المصنف أنه يكون للإباحة وهذا القول ذكره القاضي أبي على احتمالا كذلك و يعني قال به الموفق وهناك قول رابع نقله الزركشي أنه يكون مثل الأمر بعد الحضر نعم آخر مسألة قال ابن عقيل وشيخه والإمام والأمر بعد الاستئذان للإباحة نعم هذه مسألة ذكرها المصنف من القراء في صرف الأمر عن الوجوب وهو أن يأتي الأمر بعد الاستئذان ومعنى قولنا أنه يكون بعد الاستئذان أي أن يأتي رجل للآمر فيقول أفعل كذا فيقول الآمر افعل وكلمة افعل هذه من صياغ الأمر فحينئذ هل تقدم الاستئذان على صيغة الأمر تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره أم لا ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريقين الطريق الأول قول بن عقيل وشيخه والمراد بشيخه القاضي أبي يعلى أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة فكل أمر جاء بعد استئذان فإنه يكون الإباحة وهذا الذي قدمه المصنف بل إن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه المسألة حكى الاتفاق عليها وحكاية الاتفاق فيه نظر كبير جدا فإن المسألة فيها خلف والحقيقة أن قول القاضي أبي يعلى في هذه المسألة هو ابن عقيل غير مقبول ومشكل على مذهب أحمد فإن كثيرا من الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استئذان لم يقول فيها بالإباحة أضرب لك مثالا أو مثالي من الأمثلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبلي قال نعم أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا فلما قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فعلى تطبيق القاعدة يجب أن نقول إنه للإباحة وليس للوجوب وهناك أمثلة أخرى قد أشير لها عندما ننتهي من ذكر الخلف ولذا فإن بعضا من المحققين ومنهم المؤلف في كتابه القواعد قال إن الفروع التي في مذهب أحمد في تطبيق القواعد الأصولية مشكلة على أصلهم هذا هذا القول الأول وقبل أن ننتقل للقول الثاني طبعا قول مصنف الأمر بعد الاستئذان مراده الأمر المجرد عن القراءة لأنها تعتبر قرينة نعم قبل أن ننتقل للقول الثاني قول مصنف وقال الإمام غالبا المصنف إذا أطلق الإمام فهو تبعا لابن الحاجب يقصد به إمام الحرمي وهي تقدم معنا أكثر من موضع إلا في هذا الموضع فإنه يقصد بالإمام الرازي وذلك أن مسلك المتأخرين المشهور يعني عندهم إما أن يأخذوا كلام الرازي أو كلام الآمدي وتعرف أن الآمدي له كتاب يعني على وشك الطباعة قريبا في الردود على الرازي في المساء الأصولية فبينهم ما بينهم من المراجعات ابن الحاجب الذي هو المرجع للمؤلف يعتمد كثيرا على الآمدي ولا يكاد ينقل عن الرازي إلا أحيانا إما تصريحا أو قوله قال بعضهم بخلاف البيضاوي فإن البيضاوي في المنهاج أخذ أغلب كتابه من الرازي فإذا أطلق البيضاوي الإمام فإنه يعني به الرازي بينما الآمدي وبينما الحاجب وغير في قسنون بالإمام إمام الحرمين طيب إذن عرفنا أن الإمام هنا خالف مصطلحه ومراده به الرازي وذكره هنا مشكل لأن الرازي لا يرى هذا الرأي حقيقة بل الرازي يرى أن الأمر بعد الاستئذان حكمه حكم الأمر بعد الحضر على الخلاف الذي تقدم وقد رجح في الخلاف في الأمر بعد الحضر أنه يكون للوجوب فحقيقة قول الرازي أن الأمر بعد الاستئذان للوجوب طيب لما قال المصنف رحمه الله تعالى هذه الكلمات الحقيقة أن المصنف زاد هذه الكلمة زيادة إذ أتى بهذه الجملة تماما من غير كلمة والإمام في كتابه القواعد نصا وقلت لكم قبل قليل أنه ألف القواعد قبل صرح بذلك وزاد كلمة الإمام هنا في هذا الكتاب زادها نقلا عن كتاب جمع الجوامع وأنقل لك كلام السبك في جمع الجوامع لكي يتضح ذلك يقول في جمع الجوامع إن ورد الأمر بعد الحضر انظر عبارتها إن ورد الأمر بعد الحضر قال الإمام أولي استئذان فللإباحة لكن ماذا قال بعد ذلك في نفس النص قال وقال أبو الطيب والشيراز يعني أبا إسحاق والسمعاني والإمام للوجوب فهو نفسه صاحب جمع الجوامع أتى برفض الإمام متواليا فمراده بالموضع الأول عندما قال قال الإمام إن ورد الأمر بعد حضر قال الإمام أول استئذان للإباحة فمعناه أن الإمام يعني بها الرازي جعل الاستئذان حكم جعل حكم الاستئذان كحكم الأمر بعد الحضر فالمصنف كما ذكرتكم في أول الدرس أنه أحيانا ينقل من جمع الجوامع ولكن الغالب أنه يستفيد من ابن الحاجب هنا نقلهم جمع الجوامع خطأا وإذا فالإمام لم يقل بهذا القول وإنما ذهل المصنف رحمه الله تعالى فزاد هذه الكلمة طيب قال الشيخ رحمه تعالى وظاهر كلام جماعة خلافه أي خلاف ذلك قوله ظاهر كلام جماعة أي جماعة من الحنابل وغيرهم فمن الذين سظهروا ذلك الخلاف ذلك هو ابن مفلح فإن ابن مفلح رجح أنه للوجوب ويحتمل أن قوله ظاهر كلام جماعة خلافه أي أنه مبني على الخلاف السابق في الأمر بعد الحضر فيحتمل الوجوب ويحتمل أيضا أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك إذن هذه طريقتان الطريق الأولى أنه للإباحة مطلقا والطريق الثاني أنه مبني خلافه على الخلاف في الأمر بعد الحضر ويحتمل أن مراده ليس الطريقة وإنما قول وهو قول ابن مفلح أنه يكون الوجوب مطلقا هناك قول ثالث في المسألة أو رابع هو ثالث في حقيقته ولم يذكره المصنف ولكنه هو الراجح وهي طريقة فقهاء الحنابلة وهذا القول ذكره موفق بن قدامة في المغني وتبعه عليه ابن أخيه وابن أخيه هو الشارح صاحب الشرح الكبير وهذا القول مؤده أن الأمر بعد الاستئذان يختلف باختلاف السياق فإن كان السؤال عن الإباحة دل على الإباحة وإن كان السؤال عن وجوب دل على الوجوب وإن كان سؤالا عن إجزاء دل على إجزاء وإن كان سؤالا عن ندب دل على الندب ومسألة السياق هذه من أهم الأمور وقد أطال بن قيم في بدائع الفوائد أن من أهم ما يعرف به دلالة الأمر النظر في السياق ولكن كثيرا من الناس قد يغفر ذلك وهذا حقيقة بعض الفقه يقرأ بعض الأحاديث كنصوص مجردة ولا ينظر لسياقها ومن أجود الناس من المتأخرين في معرفة الاستدلال بالسياق وتراه هذا جلي وواضح جدا من كلامه شيخ الإسلام في شرح العمدة بل لو نظر في طريقته في الاستدلال بالسياق على الأمر نرأيت عجبا وخاصا في كتاب شرح العمدة لأنه بسط فيه الاستدلالات الأثرية على الأحكام في الأجزاء التي طبعت وغلبها بل هو كلها في العبادات فالنظر في السياق مهم والحقيقة أن هذا القول هو المرجح ومما يدل على ترجيح هذا القول أن القاضي على الدين المرداوي رحمه الله تعالى لما ذكر استشكال ابن اللحام الذي هو المؤلف الذي أوردته لكم قبل قليل على قول القاضي وبن عقيل في حديث الوضوء من لحم الجزور قال والجواب عن ذلك فأجاب فأجاب بأننا ننظر للسياق وهذا يدلنا على أن مرداوي رجح قول الموفق رحمه الله تعالى من الأمثلة أيضا لعلي أختم به إن شئتم أو أكملنا لنفرض أني أمشي أكثر من ذلك حديث اللي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع أنهم قالوا يا رسول الله ماذا كيف نصلي عليك فقال اللي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد على اختلاف الروايات في تثمة الصيغة قوله كيف نصلي عليك العلماء يقولون هذه ليست استئذانا وإنما هذه السؤال عن الماهية بقصد التعليم وقد ذكر المؤلف وهو ابن اللحام أن السؤال عن الماهية بقصد التعليم حكمه حكم السؤال بعد الاستئذان فيأخذ حكمه تماما وبناء عليه فحيث قلنا أنه يأخذ حكم الاستئذان فالواجب أن يكون الصلاة عليه وسلم مباحة في الصلاة وهذا الذي يعني لو أردنا أن نبني على قاعدة القاضي أبي يعلى وقاعدة ابن عقيد ولكن المذهب يرى أنها واجبة بالركن فنقول السبب أنهم سألوا عن الماهية سؤال تعليم لما استقر عندهم بالدليل آخر المنفصل أنها واجبة فحين إذن هذا الحديث في ذاته لا يدل على الوجوب بذاته إلا حيث أوجبنا التحيات فحيث أوجبت التحيات فإنه تجب معها الصلاة لأنها مقتلنة بها والسؤال في حديث كعب وغيره إنما يدل على سؤال عن الماهية وتفصيل الحكم نستمر أو نقف وظلت نقف طيب إيش رايكم ناخذ على الأقل جملة واحدة أنا كان بدي ما كان فضل ولو جملة فضل شيخ قال رحمه الله والخبر بمعنى الأمر كالأمر نعم قال المصنف والخبر بمعنى الأمر كالأمر الخبر بمعنى الأمر كثير جدا في كتاب الله عز وجل هو الذي تقدم في قول المصنف وعكسه أي بأن يأتي خبر يقصد به الأمر وهو كثير في كتاب الله عز وجل مر معنا تمثيل المصنف بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا يدل على وجوب الرضاعة وكذلك في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهارون هذا يدل على الوجوب فهو خبر بمعنى الأمر ومما يدلنا على الوجوب أنه قد جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن حزم مرسلا أبي أكبر عمرو بن حزم مرسلا وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا أمر فدل على أن الآية تدلت على الأمر ولا معنى ولا ينتفي أن تدل على مطلق الخبر أنه يمسه المطهارون من الملائكة فأنتم تعلمون أن أبي درداء رضي الله عنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يجعل للآية أوجها فإن اللفظ من كتاب الله عز وجل تكون دالة على معاني أو نحو ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وقوله الخبر بمعنى الأمر كالأمر أي أنه يأخذ حكم الأمر تماما في المسألة التي سبقت أن الأصل فيه الوجوب ما لم تدل الدليل الدليل أو تدل الدليل والقرينة على أنه للندب هذا هو القول الأول في المسألة نعم قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب نعم قال بعض أصحابنا يعني قضوا أصحاب الإمام أحمد أنه لا يحتمل الندب بل كل خبر أريد به الأمر فإنه يقصد به الوجوب فلا يحتمل الندب بل هو وجوب مدام علمنا أنه يراد به الطلب والأمر وقول المصنف قال بعض أصحابنا لم يسمهم المصنف هنا وقد نقلهم عن ابن مفلح ولم يسمهم ابن مفلح كذلك وكذلك من بعد المصنف كالمرداوذ والجراعي لم يسموا من قال هذا القول ولعلهم يقصدون الشيخ تقي الدين فإن للشيخ تقي الدين كلاما في بيان الدليل يفيد هذه الفائدة وعبارة الشيخ يقول الشيخ تقي الدين في بيان الدليل إذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمل في لازمه وجعل اللازم لقوة الطلب والإرادة له كأنه موجود محقق مخبر مخبر عنه فكان هذا طلبا مؤكدا عبارة الشيخ عبارة الشيخ ليست صريحة بأنه لا يحتمل الندب وإنما يقولك هو مؤكد في الوجوب إلا أن يكون له نص آخر أو أن المراد بهذه الجملة غير الشيخ تقي الدين الله أعلم في هذه المسألة نعم وإطلاق التواعد على ترك الفعل وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عنده بالبركات خلافا للقاضي نعم بدأ المصنف أيضا يذكر قرائن أخرى تدل على أن الحكم على أن الأمر يدل على الوجوب ولا يحتمل غيره لا يحتمل أن يكون الندب ومن باب أولى أن لا يكون مجازا للإباحة فمن هذه القرائن قال إطلاق التواعد على ترك الفعل التواعد تفاعل من فعلة أو بمعنى فعلة ذكر أهل اللغة أن التواعد لا بد أن يكون من اثنين فأكثر مثل تضارب فحينئذ تكون بمعنى وعد ولكنه بالشر فالتواعد على الترك يكون هو باب الوعد بالشر على ترك الفعل ومعنى كونه على ترك الفعل يعني أنك إذا لم تفعل هذا الفعل فإنك معاقب بكذا وكذا وهو كثير في القرآن وفي السنة المذهب في وجود الوعد أعفون التواعد على ترك الفعل هل هو نص في الوجوب لا يحتمل التأويل أو أنه يدل على الوجوب لكنه محتمل للتأويل وقد يكون للندب فيه قولان القول الأول أنه نص في الوجوب وقد نسبه المصنف لأبي البركات بينما نسبه الجراعي والمرداوي للشيخ تقيدي والسبب في ذلك أن المسودة نسخها تختلف فتارة ينسب في بعض النسخ للمجد ما ينسب في نسخة أخرى للشيخ تقيدي بل إذا قارنت الطبعة القديمة مع الطبعة الجديدة التي اعتمد على نسخ تجد فرقا ففي بعض الطبعة القديمة تجد أن الكلام منسوب للمجد أبي البركات وبعضهم منسوب للشيخ تقيدي ولا مانع أن يكون منسوبا لهما معا ولا مانع أن يكون قد اختار هذا القول في غير هذا المانع يعني ليس لازم أن يكون أحدهما قال به والثاني لم يقل به بل نسبته للمجد جلالة الحال تقضي أن التقي وافقه فيه في الغالب لأنه لم يعلق عليه طبعا المسودة ما هي قصتها باب الفائدة المسودة كتاب ألفه المجد بن تيمية جمع فيه مسائل في أصول الفقه غير مرتبة وكثير من هذه المسائل هي تعليق على العدة لأبي علاء ثم جاء ابنه الشيخ عبد الحريم فزاد عليها في الهامش مسائل وعلق على مسائل أبيه ثم جاء بعد ذلك حفيده الشيخ تقي الدين فزاد وعلق واستدرك على جده وأبيه فكانت النسخة مليئة بالسوات وإذلك سميت بالمسودة فكل واحد يزيد فيها في هامشها ربما كانت بطول وبعرض وبين السطور فجاء أحد تلاميذ الشيخ تقي الدين وهو معروف باسمه لكن نسيته الآن ذكر رسمه وذكر أنه هو الذي جرد المسودة البرهان بالمفلح في المقصد الأرشد ذكر اسمه ولكن نسيته الآن فجردها والنسخ مختلفة في التقديم والتأخير في بعض المسائل وإذلك فإن بعض المتأخرين المحققين في كسف شيخ السلام تيمية وهو الألوسي فيما أظن وجدت بخطة أنه قال إن نسخ المسودة مختلفة تقديما وتأخيرا كهيئة المسودات فدائما المسودات تكون فيها تقديم وتأخير هذه قصة المسودة أنها كانت يعني أوراق جاء أحد تلاميذ الشيخ وهو الذي رتبها بهذه الطريقة إذن هذا القول الأول في المذهب قلت أنه نسب الموفق ونسب لجده المجد وابن القيم ظاهر كلامه في بداع الفوائد يدل على هذا القول وهو أنه نص في الوجوب ولا يحتمل التأويل وكذلك قال به الطوفي وصححه المرداوي هذا القول الأول في المسألة القول الثاني أنها ليست نصا في الوجوب بل تحتمل التأويل فقد يصرف الوجوب حينئذ للندب وهذا القول قال به القاضي قال به القاضي أبو يعلى وابن عقيل كما نسبه لهما ابن مفلح وقد ضعف هذا القول الشيخ تقي الدين في المسودة وقال هذا القول ضعيف بل الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل من أثر الخلاف في هذه المسألة في التواعد على ترك الفعل هناك مسائل في المذهب قولاني أو أكثر بناء على اختلاف هذا القاعدة الأصورية من ذلك ما جاء من أحادي من إطلاق التواعد على ترك تسوية الصفوف كقول نفسه لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم فهذا من باب إطلاق التواعد على ترك تسوية الصفوف المذهب أن تسوية الصفوف سنة وليس بواجب وقالوا إن هذا الأمر وإن كان فيه تواعدا لكنه محمول على الندب بأدلة أخرى دلت على ندب تسوية الصفوف الرواية الثانية وهي اختير الشيخ تقي الدين بناء على أصله هنا أن كل أمر توعد على تركه فإنه يكون واجبا لا يقبل التأويل قال إن تسوية الصف واجبة هذه مسألة المسألة الثانية أيضا ما ورد من أحاديث كثيرة جدا في التوعد على ترك الجماعة المذهب أنه على الوجوب لأنه على الوجوب ولم يأتي دليل صارف له للندب فعلى القولين هو للوجوب وقيل إنها للندب كما هو يعني قول كثير من أهل العلم بناء على هذه على أن الأمر إذا توعد عليه بترق قد يصرف للندب ولكن المذهب الذي يجزم به أن صلاة الجماعة واجبة ومن أقوى أدلتهم ما ترتب عليه من تواعد كالتحريق والبصد بالنفاق وغير ذلك من أدل من الأمور كذلك استعمال آنية الذهب والفضة منها تطبيق فقهاء المذهب الخروج من المسجد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من سمع النداء ثم خرج من المسجد من غير عذر فقد عصى أبو القاسم وهذا من باب التواعد كله يدل على ذلك وهي كثيرة جدا الفروع الفقية المتعلقة بهذه يعني كثيرة جدا متعلقة بهذه القاعدة لا تكاد يعني تحصى بكثرتها نعم قال وإطلاق الفرض أو الوجوب يعني إذا نص الشارع على أن هذا الأمر واجب أو أنه فرض فهل يحتمل التأويل بأن يكون ندبا أم أنه واجب جزما فيه قولان كذلك الأمر الأول القول الأول أنه نص في الوجوب ولا يحتمل التأويل وهذا قول أبو البركات وابن عقيل مع أنه خالف المسألة السابقة فابن عقيل خالف المسألة السابقة فقال إن تحتمل التأويل هنا قال هي صريحة في الوجوب ولا تحمل ولا تحتمل التأويل كذلك ابن القيم وصححه المرداوي وغيرهم والشيخ تقي الدين كذلك القول الثاني أنها ليست نصا في الوجوب وإنما تدل على الوجوب لكن إن دلت دليل على كونها للندب فإنها تكون كذلك وهذه أيضا قال بها القاضي أبو يعلم من أدلة عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غسل يوم الجمعة أو من تطبيقات قلت ليس من أدلة وإنما يقول من التطبيقات عليها من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على الرواية الأولى يبقى الوجوب على ظاهرة ولا يقبل التأويل إلا بالنسخ فحيث لم يرد نسخ فهي واجبة وعلى القول الثاني يقول يحتمل التأويل أن معنى قوله واجب هنا أي واجب وجوب أدب والتعبير بوجوب أدب مذكور عند الفقهة كثيرا وأكثر من نعبر بوجوب الأدب المالكية فيقول وجوب الأدب وجوب الأدب فهذا مباب التأويل للوجوب طيب شيخ الإسلام لما قال إنه واجب لم يقل إن غسل يوم الجمعة واجب مطلقا وإنما خصص العلة فيرى شيخ الإسلام تيمية أن غسل الجمعة واجب على من كان مثل أولئك الأعراب بأن كانت له رائحة أو ذا مهنة فإنه يجب عليه غسل يوم الجمعة فهو أعمال الحديث على ظاهره ولم يخالف أصله في أن كل أمر مأمور به توعد على ترك أعفن أن كل أمر أمر به ونص على أنه واجب في لفظ الشارع فيبقى واجبا ولا يحتمل التأويل لكنه خصصه بفئة من باب التخصيص بالسياق فقط والحقيقة أقولها الشيخ التقييد الدين فيه ميزة أنه يأتي بالفرع الفقهي بناء على أصل أصله ونادرا ما يخالف الأصول التي يقولها فهو حاضر الذهن عند الفروع الفقهية بخلاف كثير من المفتين الذي لم يؤلف لنقول غير المؤلفين لك لا يوجه كلامي للمؤلفين من الأكابر فإن كثير من الناس يأتي بالفتوى والقول في موضع وفي موضع آخر يخالف الأصل الذي بناه عليه والحقيقة الشيخ التقييد الدين من أدق الناس في تطبيقه وأما المذاهب الأربع فهم أضبط لأن المذاهب عموما القول يتتابع على التنزيل والتخريج عشرات الأئمة فيستحضرون البناء فيه نعم وكتب عليكم نص في الوجوب ذكر هذا القاضي نعم هذه المسألة المتعلقة أيضا من النصوص قوله كتب عليكم كقول العز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى قالوا هذه هي نص في الوجوب لا تحتمل التأويل ومما نص على ذلك القاضي ولم أجد نصه في العدة وإنما وجدته في التعليقة له فقد نص في التعليقة في كتاب الحج عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم السعية فاسعوا فقال إن هذا إخبار عن إجاب الله ولا فرق بين قوله أوجبت وبين أن يقول كتب الله عليكم واستدل به على أن السعية ركن في الحج هذه بعض القرآن التي أوردها المصنف وهناك قرآن أخرى ذكرها ابن القيم أذكر بعضها مثل ما ذكرها شيخ تخيدين أن الحديث أو النص إذا كان فيه رفع للإجزاء للفعل فإنه يدل على الوجوب كقول نحن سلم لا تجزئ صلاة صلاة رجل لا يقيم فيها صلبة فهذا النص يدل على أن إقامة الصلب والطمأنينة واجب من القراءة التي تدل على أن الأمر الوجوب ولا يقبل التأويل أن ينص على أن هذا العمل غير مقبول فإذا نص على أن عملا ما غير مقبول فإنه نص في ذلك كقول نحن سلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة他 من غلول دل على أنه يكون ممنوعا كذلك ذكر بن قيم أنه إذا ذم من ارتكبه أو سمي عاصيا أو جاء بلفظ حق على العباد أو حق على المؤمنين فإنه يدل على الوجوب وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة خلافا للتميمين المصنف ذكر نوعين من القرائن النوع الأول من القرائن القرائن الدالة على الوجوب والنوع الثاني من القرائن القرائن الدالة على الإباحة ومنها الحظر أو الأمر إذا كان بعد حظر فإنه يدل على أن الأمر للإباحة فيكون مجازا في حقه وسكت عن القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وهذه القرائن كثيرة جدا جدا منها ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل أحيانا وإذنه بالترك ومنها نص النبي صلى الله عليه وسلم على جنس الواجب دون معده هل علي غيرها من الصلاوات الخامس قال لا إلا أن تتطوع هل علي غيرها من الصيام غير رمضان قال لا إلا أن تتطوع وهكذا من النصوص التي تدل فالقرائن التي تدل على الندب كثير جدا ومن القرائن التي تدل على الندب وكان بيدي أن أذكرها لكني سأشير لها إشارة وهو أن يكون الأمر الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أدب أو تأديب وإرشاد وهذه أشرت له عندما تكلمنا عن الصيغ وأطلت في الحديث عنه في أول كتاب الجامع من البلوغ وما هو تحقيق مذهب أحمد هل هو مطلقا على أن كل أمر من باب الأدب يكون أمر ندب أم أن فيه خلافا فالصوارف كثيرة جدا وألف المعاصرون فيه أكثر من كتاب لكن على العموم ذكر المصنف أنه إذا صرف الأمر عن الوجوب فإنه لا ينتقل للإباحة وإنما ينتقل للندب ولكن يجوز الاحتجاج فيه في الندب يقول المصنف جاهز الاحتجاج به في الندب والإباحة فقد يكون الأمر أمر ندب وقد يكون الأمر أمر إباحة لكنه يكون حينئذ مجازة عند فقه الحنابلة وأما الحقيقة فإنه يكون أمر ندب لأن أمر ضرب فيه وأما الإباحة فليست أمرا كما تقدم معا وهذا الذي نص عليه أغلب الفقه طيب ما معنى قوله صرف الأمر عن الوجوب نقول إن المراد بصرف الأمر عن الوجوب أمرا صرفه بالقرينة ونسخه فإذا نسخ الوجوب يبقى الحكم باقيا للإباحة أو النتب فكثير من الأحكام الشرعية وأمثلاته بالعشرات المنسوخة إذا نسخ الحكم فنقول يبقى مطلق الطلب نسخ الوجوب يبقى مطلق الطلب أو يبقى الإفادة بأن الأمر مباح وهذا مثله كنت قد نهيتكم عن الدخار الأضاحي لأجل الدافة ثم بعد ذلك أمر النسلم فنسخ الأمر فيدل على أن الحكم بعد ذلك يبقى على الندب أو الإباحة طيب وقال نعم خلافة للتميمي خلافة للتميمي المراد بالتميمي أبو محمد لأن التميميين عند الحنابلة ثلاثة أبو محمد وأبو الفضل وأبو الحسن والمراد بالتميمي هنا أبو محمد صاحب الرسالة الصغيرة المطبوعة في أصول الفقه وصرح في هذه الرسالة على بقوله متى قام الأمر على أن الأمر لم يرد للوجوب لم يدل على الجواز وهذا الكلام أبو محمد التميمي يدل على أن عبارة المصنف فيها ما فيها فقوله خلافا للتميمي يوهم أن التميمي يقول إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الندب ولا الإباحة وليس كذلك وإنما التميمي يقول لم يجز الاحتجاج به على الإباحة فقط وإنما هو يجيز الاحتجاج به على الندب وأما الإباحة فإنها وأما الندب فإنه باقي جواز الاحتجاج به هذا هو ما فهمه فقهام أبو أحمد كبن مفلح وغيره نقل ذلك بذلك نقف عند هذا الحد نكمل إن شاء الله عز وجل الدرس القادم فيما يتعلق بالتكرار وباقي النباحة متعلقة بالأمر ولعلنا أن ننهي بعدها النهي مع أن النهي فيه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بسط وهي الفساد ربما نجعلها في الدرس بعد القادم أصل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد هذا أخونا يقول كتاب القواعد من اللحام هل هو من كتب تخريج الأصول على الفروع وما أبرز هذا النوع من الكتب أولا نتكلم عن كتاب من اللحام باللحام هذا كتاب هو كتاب الأصول كتاب جميل جدا ألفه قبل كتاب المختصر كما عرفنا قبل قليل يذكر فيه كثيرا أراء فقهاء الحنابلة وغيرهم من ميزة هذا الكتاب طبعا أنه لم يذكر جميع المسائل الأصولية كما في المختصر وإنما ذكر مسائل منتقاه وأظن القواعد التي أوردها نسيت الآن لكن أظنها 150 قاعدة وأقل من ذلك ربما بعض القواعد التي أوردها قواعد أصولية وبعضها قواعد فقهية نقلها من كتاب شيخه بن رجب القواعد الفقهية وهم يفرقون بين قواعد بن اللحام وقواعد بن رجب فيسمون قواعد بن اللحام بالقواعد الأصولية وبالرجب يسمون كتابه بالقواعد الفقهية مع أن كل واحد من الكتابين لا يخلو من الحديث عن قواعد أصولية وفقهية لكن في الغالب عليه الأول أنها فقهية والثاني أنها أصولية من ما يتميز به هذا الكتاب كذلك أنه فيه تحقيق فيحقق هو بعض الأشياء من عنده ويبدي رأيه وهذه ميزة غير موجودة عند كثير من المتأخرين والأصوريين فأغلب الأصوريين يعني يعتمد على النقل فقط من ميزة هذا الكتاب أنه يوجد فيه تخريج للفروع على الأصول أي القواعد وهو تخريج جيد لكنه في كثير من هذا التخريج يعتمد على كتاب الإسنوي التمهيد يكاد ينقل بعض المسائل بنصها منه طبعا هو يعرف المذهب ويبيه ما هو المذهب وما ليس بمذهب لكنه يذكر ما ذكر الإسنوي أنه مبني عليه والإسنوي يعني ميزة الإسنوي أنه كان مطلعا على كتب كثيرة الإسنوي موسوعي أشبه الناس به الزركشي في اطلاعهم على كتب كثيرة جدا وتلخيص هذه الكتب في كتبهم وإذلك يستفيد من هذه البناء الذي وجده في بعض الكتب فيذكره في كتابه كتب التخريج للفروع على الأصول كثيرة جدا لكنها نوعا تستطيع أن تقسمها أو ثلاثة النوع الأول هو أن تذكر القاعدة ويذكر تحتها البناء ومنها كتاب قواعد بن الحام وكتاب تفضل وكتاب لذكرتكم كتاب الإسنوي التمهيد وأيضا كتاب التلمساني مفتاح الوصول ومنها كتاب الوصول إلى علم الأصول عند الحنفية وخرجت في المؤخرة عدد من الكتب ويذكرون يعدون عادة من هذه الكتب كتاب بزيد الدبوسي التأسيس يذكرون عدد من الكتب لكن من أهم هذه الكتب التي ذكرت لك النوع الثاني وهو الأصل أن تذكر الفروع ويبين ما الذي بنيت عليه من الأصول وهذا هو الأنفع لطالب العلم هذا هو الأنفع لأن استحضار الفروع هو المهم لكن بشرط أن يكون طالب العلم عارفا للقواعد الأصولية ما هو الراجح وما ليس براجح وإذاك تجد بعض الإخوان يشرحون بعض المتون الفقهية على مذهب أحمد ويذكر قواعد أصولية لا يستدلوا بها الحنابلة بناء على أنه وجدها في كتاب نعم قد يكون الحكم مبني على قاعدتين بناء على سدلال مختلف والنتيجة واحدة وذلك الذي يعرف البناء لابد أن يكون عارفا للقواعد أساسا وما هو المعتمد وغير المعتمد عندهم يعني هذه أهم مسألة وذلك طبعا البحوث المعاصرة بدأت تستخرج تقول استخراج القواعد الأصولي من كتاب فلان وكتاب فلان من أول من فعل ذلك العلائي والعلائي انتفع بطريقته وهو الاستخراج لو تقرأ كتابه وهو كتاب نفيس في غاية النفاسة كتاب العلائي وهو اسمه المذهب المجموع المذهب المجموع المذهب نعم المجموع المذهب لقواعد المذهب هذا كتاب في غاية النفاسة حقيقة طبعا على مذهب الشافعي أو الشافعية بمعنى أصح طريقته أنه يبحث عن القواعد في كتب الفروع الفقهية ويجمعها من غير إغفار لما كتب في كتب الأصول ويذلك جمع من القواعد الشيء الكثير أيضا كتاب وعقد فيه قواعد فقهية جمعت بعد ذلك مع قواعد العلائي فجمعها بعضهم في كتاب واحد ثم أصبح بناء المتأخر من الشافعية على قواعد العلائي وقواعد ابن الرفعة نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر